اشتركوا في القناة والرياضات الاخرى طبعا احنا جميعا سعداء بالتأهل والصعود لدور المجموعات ودور 16 في البطولة الافريقية لان هذه المرحلة زي ما قلنا سواء بننظر لمشوار النادي الاهلي في هذه الفترة على مستوى الدوري العام او البطولات الدولية اللي بيشارك فيها ان الحسابات في شهر ديسمبر بالنسبة لنا هي حسابات المكسب والخسارة والتأهل سواء بنتكلم عن اجمالي مبارتين ده بالنسبة لبطولة افريقيا او المباراة الواحدة والحصول على نقاطها في الدوري الممتاز اما القادم ان شاء الله فاحنا بنفترض انه هيكون افضل انطلاقا من بداية شهر يناير مع اجتمال الصفوف وعودة المصابين وقيد كل النجوم سواء اللي اضيفه في الفترة الاخيرة الصفقات اللي بيعمل الجميع داخل النادي على اتمامها في هذه المرحلة عشان تكون الامور افضل من حيث الاداء والنتائج وهنتكلم باستفادة في هذا اللقاء عن امور كثيرة جدا محيطة وهذه المباراة اهلي في اي لقاء او حتى فقد نقاط بالتعادل في اي مباراة من المباراة المحلية والدولية امر لا يرضينا ولكن هذه المرحلة مرحلة الحسابات اللي بتتعلق بالمكسب والخسارة وهذا هو البعد الاول او هو الاولوية القصوى لهذه المرحلة الانتقالية اللي فيها تعديلات كثيرة جدا بتجرى في صفوف الفريق من حيث التعاقدات والادارة الفنية وشكل اداء الفريق في الفترة الجاية واكتمال الصفوف ان شاء الله دي كلها تساؤلات مطروحة وهنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل ويسعدنا في بداية هذا اللقاء فقرتنا الرئيسية النهاردة فيها الاهلي الليلة هو حوار موسع عن فريق الكرة ومشواره الافريقي ومشواره ايضا ونتائجه الاخيرة في البطولة المفضلة لجمهور النادي الاهلي المسابقة المحلية او الدوري الممتاز المصر لكرة القدم نرحب في بداية هذا الحوار بالناقد الرياضي الكبير الاستاذة صام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي صحيفة اليوم السابع الساعة الخير واهلا بحضرتك استاذ الصام اهلا بحضرتك استاذ محمد وكل جمهور المتابعين في قناة الاهلي في مصر ووطننا العربي وقرة افريقيا وكل مغتربنا المصريين كل سنة وحضرك طيب ويا رب يكون عام سعيد علينا جميعا ان شاء الله على مصر اول شي يا رب يا رب يعني عام سعيد 2019 ان شاء الله هيكون فيه كل جديد في عنوان مصر الجديدة ان شاء الله هنبدأ باخر الاخبار طبعا وردود الافعال ورؤية حضرتك لما دار فنيا خلال مباراة الاهلي في اعلى ملعب المنافس فريق او بطل اثيوبيا فريق جيمة ونتيجة المباراة بفوز المنافس في هذا اللقاء على الاهلي واحد صفر حداك شايف اجمالا التأهل والصعود لدور الستاشر ولكن النتيجة طبعا اللي بنعتبرها بالتأكيد دايما غير مرضية لنا في حال تعدم الفوز في اي مباراة شايف الامور دي ازاي ما هو لما تتحدث زي ما حضرتك بتتكلم عن هوا جمهير الاهلي هوا الادارة الحمراء فيأتي دائما ما هو غلة وحصيلة منها النقاط وعدد مرات الفوز مواكب لأداء دايما في القلعة الحمراء الناس بتنتظروا من فرقها الرياضية فما بالنا بكرة القدم يعني كريمة الرياضة بالنسبة للأهلوية ومن ثم يعني فصل الخطاب انت لقصته لما قلت انت في مرحلة تجميع النقاط سواء في الدوري او الصعود من التمهيدي الى دوري المجموعات ويضمن الفارس الاحمر مكانه الطبيعي في دوري المجموعات نقطتين كده ولكن الامال بقى بتتزايد انه يكون فترة ما بعد يعني التحصيل انصاح التعبير ان تكون يعني ملفات التوضيب مش اقول الاصلاح جاهزة يعني الفايلات محطوطة جنب بعضها جندي عصام مخرج منفز منتج وكذا في كل مناحي مراكز اللاعبين اولا ثانيا زي ما قلت ما حضراك لو حضراك فاكر ان هناك ما يسمى بروح الفانيلا الحمراء هي دائما يعني تساوي عطاء كامل ولكن ان الاوان لأكسات جديدة ان تلبس يعني هذه الروح او ان تلبسها هذه الروح في المجمع العام ما اعلن حتى الان من صفقات بالاضافة طبعا للتعاقد مع الارجواني لساراتي لازاراتي حسب ما بيتنطق في كل يعني مجتمع على حدر ده وللاسم اعلاميا باكتر من طريق ايوه لسارتي بس هو الاسم الاكتر شيوعا في يعني التداول وعلى وسائل الاعلام وفي المواقع لسارتي الجمهور اجمل حاجة بيقولك لا اصلهم في امريكا اللاتينية وبيعتبر يعني بيبقى فيه اكتحادات في المواقع يقولك ايه ولا ايناك لازاراتي هما بيتكلموا زالتلا الجمهور جميل متابع وبيسمع معلقين من كل صوب يعني في الارض ومن ثم طبعا حتى دي بدأ بشكل لطيف وهو الراجل فتح لنفسه نافذة مع الجمهور لما قال انا يمكن مليان شوية لكن فانلة الاهل ترتدى يعني او لباسها مناسبة لي بالضبط مش بس تصور بها الصورة التقليدية اللي بيعملها كل النجوم اللي هو عرض التي شيرت والرقم والاسم انه حاب يدي انطباع للرأي العام انه حيتمتع بروح لعب بالضبط والنوجة يعني ليكون جاهز وفرما كمان باعتباره ارتدى الشعار ولم يفوز بالصورة وفاقة يعني وبالتالي الناس بقى منتظرة نتاج ده نتاج يعني لو حلاك عايز توجه يعني رؤية او رسالة مختصرة جدا لجمهور النادي الاهلي عن مباراة اليوم حلاك عايز تقول لهم عن الرأي الصائب جدا في التوازن بين الفرحة بالصعود والتآهل واستمرارنا في مشوارنا الافريقي والهدف ان شاء الله الاكبر هو الفوز بالبطولة والتآهل كاس العالم الأندية وبعض الجماهير لو مش راضي عن النتيجة في المرحلة دي هل تقول لهم او يمكن ان تقول لهم انتظروا شهر يناير القادم حتى تكتملوا الصفوف ونرى الصورة الكاملة بعد عملية اعادة تشكيل واعادة بناء هو لازم لما عملوا تجديد في لوائح التحكيم عملوا بند كده اسمه ايت اندسية يعني الكرة جاية وانا وانت بنجري عليها واحنا لتنين افساد ما لم يعني نلمسها الراجل ما بقاش بيرفع الراية وبالتالي لابد من الانتظار ليناير هو موعد يعني الافصاح هو موعد رفع السطار عن نجوم جدد يعني على مصرح الكرة الحمراء ومن ثم اعتقد هم بقى في انتظار عرضوا ابرالي كما تعودوا كاروي طبعا وبالتالي ليس امامهم سبيل الا مزيد من الانتظار خاصة انه الانتظار طال وبقت ايام فارقة يعني فعلا ما بقاش الكلام ده الشهر الشهر جاي نظريا اه يناير لكن احنا النهاردة في 23 منه ديسمبر يعني وبالتالي اسبوع فارق بين رغبة الجماهير العارمة في رؤية نجوم جدو التعاقد معهم الاهلي ايضا رغبتهم في انه انا متأكد مش شايف بس او حاسس او محلل انه لا بقى في ربط بينهم وبين المدير الفني الاجنبي فعلا الناس كده وكأنها اتعرفت عليه قبل كده وكأنها شافت شغله قبل كده يبدو انه فعلا من الفصيل اللي بيتعامل بما تريده الجماهير في منطقتنا واللي حضراك قلت انه احنا فعلا هناك شبه كبير بين امريكا اللاتينية وقراتنا السمراء وايضا شمالنا العرب الافريقي بل ربما كمان عرب اسيا عندنا حلاك متوقع حتى قبل ما نشوف الاداء في الملعب تحت قيادته رسميا وهو واقف بيدير امور الفريق على الخط كمدير فني في الفترة الجاية بدءا من يوم 28 ان شاء الله بداية تفعيل مهمته رسميا مع الفريق انه هيكون قادر على كسب وجه يعني حب وود الاعلام والرأي العام والجماهير من تفعيل